السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة رقم 244 من برنامج نعم أستطيع الموسم الـ 21 على التوالي دوما على شاشتنا المفضلة شاشة قناة الصحة والجمال معكم النهاردة الإعلام الجوكر وعنوان حلقتنا جولة بمدينة زفتة النهاردة نتكلم عن مركز ومدينة زفتة لها مركزي ولاشئتي ومسكوة رأسي هبدأ أول فكرة معي النهاردة وعندي ثلاث صور للعرض لو سمحتم وعايز أنعي الأستاذ المحترم الأخ الصديق رزق تعيلب ناقوب المعلمين بزفتة وابن قرية صندبست ربنا أرحمك يا أستاذ رزق كنت من الناس الأخيار المحترمين اللي فعلا كان دايما للكل بيعشائك وبيحبك وبيحترمك أستاذ رزق تعيلب ناقوب المعلمين لا يا جماعة مش الصور دي خالص أول ثلاث صور خالص في الترتيب أستاذ رزق تعيلب توفى الله من زحولي أسبوع كان ناقوب المعلمين أيها الصور دي رجل ما كانش بيبخل على أي حد كان بيفتح قاعة نقوب المعلمين لكل الناس المحترمة لأقومة الندوات وبيحتوي الجميع رحمك الله يا أستاذ رزق من الناس المحترمين جدا اللي أسرت في الناس أكتر من ألفين بوص تحطوا على الفيس من كل زفتة شباب وأطفال وطلبة وكبار لكل بيعشائك وبيحترمك لأنك فعلا مصدر دايما كنت مصدر للتفاؤل مصدر لساعات الآخرين لولادك يا رب ربنا صبرهم وأهلك جميعا والأهل صندبط المحترمين الفقيد المحترم الأستاذ رزق تعيلب نقيب المعلمين بزفتة هطلع فقر رقم اتنين وعايز أقول نورت مكتبك يا حج محمد ده الحج محمد مصلح زعيم زفتة كان مصاب وعك المدة سبعين يوم غاب عن زفتة كان في المستشفى وخرج بالسلامة والصورة دي في مكتبه عدت سالما لأهلك والمكتبك والشغلك يا فندم ومعنا في الصورة الدكتور المحترم الدكتور الأسنان محمد حسب النبي المحترم الخلوق والدكتور محمد والحج محمد مصلح بصراحة شخصيات لا يختلف عليها اثنين عدت سالما مرة أخرى يا حج محمد عدت لبلدك والزفتة عدت عظيما زعيما لزفتة رئيس الغرفة التجارية بطنطة وزعيم زفتة وأمين حزب مستقبل وطن السابق وأمين الحزب الوطني وكل المسامعات السياسية والاجتماعية والوطنية يتزعمها الحج محمد مصلح والد الروحي وأب الكل المصريين وأب الكل الشباب زفتة ووالد لكل ما له صلب العمل التطوعي أو السياسي أو الخدمي عدت سالما ومن ابنك وليد من ابنك وليد تاني بقولك أنت أب روحي لي والكل الجميع ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا رب يا رب يا رب الفكرة الثالثة عايزة عمل تهناءة بالزواج صحبي واخويا وفيلميزي طاه ابراهيم الإعلامي طاه ابراهيم ابن برنامج نعم أستطيع طاه ابراهيم شخصية جميلة رائعة جوازه كم من أسبوع وقاسف يا طاه ابني مجدش فرحك في المينيا ولكن كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد وعيد جواز سعيد وكل المناسبات تتحطي لك يا طاه طاه شخصية جميلة مزيعم الدرجة الأولى عنده فرنة صوته حلو في القرآن عنده مخبز عنده محل عطور إعلامي فوتوشوبر بيعمل كل حاجة طاه ده يا جماعة السبع صناع ولكن البخت مش ضايع طاه ابراهيم وقاحد اكتشافاتي الإعلامية كان تلميز من تلمزيتي في برنامج نعم أستطيع مزيعم من سبعين مزيعم في البرنامج هنا صال وجال وعمل حوالي عشر اتناشر حلقة وسمي بإعلام الصعيد وإعلام المينيا فخور جدا بقريته وفخور بمركزه ودائما بيشتغل على قريته ومركزه ودائما بيقول للأفضل قرية بني الخيار محافظة الميني ألف مبروك يا طاه وبالرفاق والبنين وإن شاء الله قريب أنا أشوفك معايا تاني في البرنامج وإن شاء الله تكون أحسن إعلامي في مصر وأحسن زوج في مصر ونصحها مني ركز مع امراتك الفترة دي واسيبك من النت واسيبك من التلفزيون شكرا يا طاه الفقرة الثالثة هتكلم عن انتخابات مجلس الشعب وأو البرلمان 2020 بزفتة أعلن المهندس وليد شعلان ابن مدينة زفتة عن عزمه الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرتين زفتة والصنطة طبعا الدائرة وسعي جدا وبقت في مجموعة الصور نعرضها جماعة وربع دا الدائرة وسعي جدا أصبحت زفتة والصنطة ولكن المهندس وليد قرر يخوت دي مجلة أبناء سيمبو اللي عملها المهندس وليد شعلان سنة 2006 بتكلفة ذاتية منه عشان يعمل لقريته أبناء سيمبو مجلة بقرية ريفية كان على رأسها المهندس وليد شعلان كأول عمل تنويله يجمع القرية جمعية أبناء سيمبو أو قرية أبناء سيمبو أو سيمبو الكبرى مركز زفتة وربية أصبح لها منبر صحفي جريدة تصدر بقرية ريفية لمدة أربع عداد مصارفها الكاملة وكلامها بالكامل المهندس وليد لو قلبنا الصورة البعض كده نلاقي كده ظهر الصورة بيقول عندما أكون مسؤولا عندما أكون عضو مجلس شعب قالها المونتس وليد سنة 2005 بيقول على نفسه عندما أكون عضو مجلس شعب والآن هو بيخطو خطوة جادة نحو تحقيق حلمه وأحلامه اللي قاله من 15 سنة في المجلة بيتطبق السنة الصورة اللي بعد كده راح الراجل من أبناء سيمبو كجريدة لبرنامج جمهورية زفتة أول مرة يكون لمركز لمركز صغير وعيوبها ومشاكلها ومميزاتها وسلبياتها وإيجابياتها وأشخاصها فكرة جديدة لشخص بيحلم يكون عضو مجلس نواب عن زفتة والصنطة أصبح لزفتة من برنا إعلاميا على يد المهندس وليد شعلان ابن قرية سيمبو الكفرة مركز زفتة محافظة الغربية وبيعلن ترشحه أقتام واستكماله لمسيرة بدأها وقال هكمل الدارة وسعة وقت الصنطة وزفتة ومع ذلك هيكمل هو مستقل في شغله وهيكمل ولن يقف عند أي حد إن شاء الله المهندس وليد شعلان هيكمل مسيرته وهيدخل الانتخابات 2020 فردي مستقل مجلس النواب مركز ومدينة الصنطة وإن شاء الله بالتوفيق ويتمنى دعم الكامل من شباب سيمبو الكفرة أولا وشباب زفتة ومستقافينها هو بيعتمد بيقول دايما أنا شايف أن زفتة فهم مستقافين كتير وشباب بيفهم كتير وشباب شايف دلوقتي إن الشباب له دور محوري على أرض الواقع ومعاش فيه حاجة اسمها مال سياسي إن شاء الله وده هو مليل أمام مهندس وليد شعلان طيب هدخل دلوقتي على مجموعة من الصور على مجموعة من الصور وأقول الصور اللي بعد جاء يا جماعة نكمل مجموعة من الصور وهي في قرية دهتورة هي الصور دي قرية دهتورة تزعمها المحترم ورئيس الروابط شباب بقرة زفتة الأستاذ مندو هضرة أنا كنت أو المهندس وليد كانت في اجتماع من فترة دي تكريم الأستاذ مندو للمهندس وليد فكانت في اجتماع الروابط اللي ضمت أكثر من 12 قرية عندها 12 ربطة بيتكلموا في التنمية بصراحة كان أهم وأكبر مؤتمر حضرته مع أن العدد فيه هما 60 شخص أو 50 شخص ولكن هما زفد العمل التطوعي الخدمي في مركز المدينة الزفتة كل جماعيات المحترمة والروابط المحترمة تحت قيادة الأستاذ المحترم مندو هضرة كانت في هذا الاجتماع أحب برضو أقول وأوجه كده يعني للصديق أحمد يوسف اللي في الصورة دلوقتي بالشفاء العاجل ربنا يشفيك يا أستاذ أحمد ده عنده وعكة صحية ربنا يشفيك ويعافيك يا رب أرجع تاني لأستاذ مندو وفكرة الروابط والتحاد الروابط وأنه يجمع زفتة تنمويا ده شيء محترم ما نوش دعو بالسياسة ما نوش دعو بالانتخابات شخص محترم جدا ودقوب جدا يعشق العمل التطوعي هو راجل جيش وده أجمل ما في الموضوع منظم منتظم يعمل من أجل الآخرين ونكمل بقى الصور بتاعتهم يا جماعة هذه الصور للعرض يوميها كان مؤتمر وده كان كلمتي في المؤتمر بنقول دائما التنمية هي أساس وزفتة دوما في القلب والصورة الجامعية الأخيرة هي أفضل صورة لأنها جمعت كل أبناء التنمية في مركز ومدينة وكرة زفتة هدخل دلوقتي على حتة مهمة جدا وهي قرية حنوت وفيه مجموعة صور لقرية حنوت قرية حنوت يا جماعة هي أفضل وأهم قرية على أفضل وأهم قرية على مستوى مركز ومدينة زفتة صراحة قرية محترمة جدا أشكر المحترم للأستاذ محمد ظهرة ورفاقه مجموعة صور محترمة يا جماعة 7-8 صور وارباعد كده بتكلم عن مكنة ATM في قرية رفية عكفوا عليها مكنة واثنين وثلاثة القرية دي بعد أصبحت القرية النموذجية بفضل محمد ظهرة ورفاقه طبعا مش قدر أقول الأسماء كلها ولكن أنا أسر طبعا أني بقى أذكر محمد ظهرة بالذات ولكن هو اللي قابلته هو اللي قابلني أول يوم هو اللي دعاني القرية فبشكره وبشكر مجموعة العمل بالكامل جمعية أبناء حنوت الخيرية جمعية محترمة جدا 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 عامين شغل على أرض الواقع ممتاز مجموعة زباط جيش ومعهم دكتور ومعهم محاسب على أرض الواقع في تسعة شهور يا جماعة قدموا ما لم يقدمه كتير في عشر خمستاشر سنة أصبح لحنوت شكل عام محترم جدا وأنا برشاح أكون القرية المثالية على المستوى الزفتة ثم مستوى الغربية وهنافس بيها على مستوى الجمهورية هقدمهم في ساعة الصقو في الأبرى وفي كل حلقة بتكلم عن قرية حنوت النموذجية وأبناءها المحترمين مجموعة ظهرة ورفاقه المحترمين بصراحة شابوليكم زورتكم يوم في القرية الصورة دي نقف عندها شوية يا جماعة الصورة دي محترمة قوي لأنه وراها قطعة أرض بساحتها إراتين ونصف تبرع بيها الحجة عفتاحة بسمع عثمان لجمعية أبناء حنوت ليه بقى عشان يقوم عليها مجمع خايدي واحدة بالغسيل كلوي وحضانات أطفال شيء محترم جدا شابوليكم يا فندم وأتمنى من جميع رجال الأعمال في زفتة وقرها التبرع لهذه الجامعية المحترمة حتى يقام هذا الصرح على قرية من كرة مركز ومدينة زفتة شابوليك يا محمد يا ظهرة وشابولي كل رفقائك محترمين ودمتم دوما أجلاء محترمين لزفتة وأعوانها هدخل الفقرة الثالثة وصور مجموعة صور تانية خالص عن قرية كفر صنباط قرية كفر صنباط تزعمها المحترم الكابتن صلاح الأشكر هو الرجل المحترم ده جماعة كابتن كورة ولكن يا قدر عمل التطوعي في القرية رجل من الناس رجل مستراح ماديا عنده مصنع طوب ولكن ترك كل ده وشغل تطوعي خدمي تنموي في القرية بصراحة أصبح لكفر صنباط شكل حضاري جدا جدا عملوا كل حاجة ده يا جماعة الصورة دي أو الصورة دي واللي بعدها مستوصف في البلد في كل حاجة دي عيادة أسنان كاملة متكاملة ومعمل تحيل متكامل والله العظيم لما رحت هناك أنا انبهرت معقول كورة زفتة فيها الجمال ده وكلها جهود ذاتية الناس دي بتساعد الحكومة وبتحاول تساعد قدر المستطاع عشان المستشفات الحكومية مع المستوصفات دي تعمل شغل على أرض الواقع والنتيجة والمحاصلة زي ما انتم شايفين عمل إيجابي وثمرة إيجابية على أرض الواقع نكمل الصور يا جماعة عندهم مركز شباب محترم ولكن ينقصوا بعض الحاجات اللي عايزينها عايزين ملعب محترم عايزين قطعة أرض عندهم عايزين يقولون حمام سباحة نخاطب بالسيد وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد وكيل وزارة الشاب ورياضة نويتابعهم دي بقى صورة هنقف عندها مدرسة ابتدائية عندهم من خمسين سنة ده جماعة الدول الأول تخيلوا الدول الأول اتخسف فيه الأرض أصبح كده أكيد ده ما ينفعش تبقى مدرسة ومع ذلك هي مدرسة خرجت كل أجيال كارية في كفر وصنباط الأرض بقى التانية اللي بنتكلم عليها دي هم اشتروا أرض دي المدرسة يا جماعة شاهدين أصبحت مدرسة متهالكة فالناس عملت ايه اشترت حطة أرض دي الصورة اللي بعديها واتدرعوا بها للحكومة الكارسة بقى لهم خمس سنين مش عارفين يبنوها الحكومة وقفة على مشكلة مش عارفة إيه لحد دلوقتي ولكن الناس اتدرعت بالأرض واتدرعت بفلوس وقالت هيئة الأبناء التعليمية لو سمحتم عايزين نبني المدرسة محافظ وراء محافظ وزير وراء وزير وما زال أهل كفر الصنباط يستغيثوا أين حقنا في إنشاء مدرسة محترمة في القرية الأرض واتدرعنا بيها ماذا ينقصنا الموضوع وقف عند مين مش عارفين هل شبهة فساد في الموضوع الله أعلم هل فيه طاطق من مسؤولين الله أعلم هل فيه حد مؤسوم الموضوع الله أعلم نتمنى تدخل المسؤولين عن مركز ومدينة زفتة ووزارة التربية والتعليم بالغربية عشان نشوف ليه المدرسة وقفة ليه المدرسة ما بتتبنيش نداء من الحج الصراحة الأشكر ومجموعة شباب كفر وصنباط عايزين نبني مدرستنا المعهد دي ناكب متوقف ليه عايزين نشوف المدشور ده جماعة لأنه واضح إن فيه حاجة مش صح إيه هي مش عارف أنا ما بتهمش حد بعينه على فكرة أنا ما بتهمش حد ولكن أنا بقول ليه مدرسة أربع خمس سنين الأرض موجودة ولكن ما بتتبنيش ليه الأظهر الشريف عندهم هناك متوقف من خمس سنين الناس بدي تتحول من الأظهر الناس بدي تسيب الأظهر عشان الأظهر واقف حرام حرام نضيع لابنا محترمة عشان فيه عقل مشواعي بيدير غلط أتمنى تدخل مسؤولي طيب نخش بعد كده على قرية كفر حنود بحري وشكر خاص للأستاذ المحترم رمضان إبراهيم السعدني طبعا السورة دي جناعة ببيته أول ما دخلت إيتي بيت أهلاوي جدا الحيطة حمرة والنادي الأهلي قلت له آه أنا كده ممكن أن أعمل دعوة عامة للسيد المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيسنا الأهلي بفتتاح هذا البيت بيت يا جماعة أهلاوي صرف كل حاجة فيه بتقول أهلي أهلي بصراح سواء أرضيات أو حيطة أو أي حاجة حاجة جميلة محترمة جدا من قرية محترمة ولكن القرية دي يا جماعة عندها استغاسة إيه اللي استغاسة عندهم قريةهم لها طريق واحد بس طالبين يرصفه كيلو جابوا وفقة من المحافظ يرصفه كيلو كامل للأسف الشديد هيئة الرصف الطرق رصفة 250 متر 250 متر وسابت 750 متر من غير الرصف المسخر رئيسي متكسر ومتدغدغ والناس مش عارفة تمشي العربية عارفة تدخل وطبعا في الشيطة يا جماعة حدث سؤال حرج نطالب السيد رئيس المدينة وناب رئيس المدينة والسيد وكيل وزارة الطرق والسادة المسؤولين أين طريق قفر حنوت بحري من الاستخدام ومن الاستكمال الناس تشتكي وبتأين الناس ده جماعة أيام كورونا والله يجابوا مطور بلدي وعملوه ورشوا قفر حنوت وكل الكورة المجورة على حسابهم عملوا شيء صح كافقوهم بقى ادوهم حققوهم المطلوب أصلاً والمحافظ قال عليه يتم رصف الطريق فين ده للأسف الشديد فيه تباطق انا عدف ان كورونا وقفت مصر كلها لا خلاف ولكن كل واحد عايز ياخد برضو حقه ادونا حتى متين وخمسين متر كمات خلوهم خمسمائة خلوهم خمسمائة وخمسين بس تمثبوش الناس انك تضرب أخمسة أزداث وتقولوا هي ليه الحكومة من هوميلانا ليه اتمنى تدخل مسؤولين والسيد رئيس المدينة للجديد اتمنى مراعاة شعور ابناء كفر حنوت باحد لأنهم ناس محترمة وبتعمل شغل كويس اوي 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 هطلع واختم اخر قرية في الكرة دلوقتي وهي قرية مسجد وصيف ولا صورتي قرية مسجد وصيف دعاني لها المحترم المحترم الاستاذ عطيها زغلول ورفاقه والحاج صبح جاد ورفاقه اضطلت عندهم يوم في القرية قرية مسجد وصيف هي مسكة رأس او سكن زعيم الامة ساعد زغلول ساعد زغلول يا جماعة كان سكن عندنا في القرية دي والهم حطت ساعد باشا وبين لتساعد باشا وكل حاجة ساعد زغلول ومع ذلك القرية ما فيهاش اي خدمات خالص 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 على اقل تكريما لساعد زغلول يعني مش هنقول تكريما لابناء مصر دلوقتي ساعد زغلول كوين مواقع ما والناس بتيجي من كل مصر تبص على القرية كمزار لساعد زغلول كان ساكن في المكان ده اتمنى نظرة صحيحة على قرية مسجد وصيف وتعاون مع شيخ البلد الاستاذ المحترم اعطيها زغلول وارفاكو والاستاذ المحترم صبحي جاد وارفاكو نطلع على فقرة متميزة وصعبة جدا واتمنى ادوني لفكم يا جماعة في الفقرة اللي جاء دي طريق الموت طريق الموت وأوكرر طريق الموت الطريق اللي مات عليه اخواتي واهلي وحبيبي واهلي بلدي زفتة الطريق اللي كل يوم نفقد عليه شاب جميل رائع متميز من اهل زفتة الطريق اللي كل يوم واحد يخسر عربية الملاكة او المقرباص او الربع نقل او نص نقل في زفتة الطريق اللي حصل السنة دي اكتر من عشرين حالة وفاة من زفتة الطريق اللي فضر وولدين من بيت واحد وماتوا من زفتة تخيل يا مسئول لو ابنك مات على الطريق تخيل يا محافظ لو ابنك مات على الطريق تخيل يا رئيس المدينة لو ابنك مات على الطريق هتسيبه كده؟ هو لازم ابنك يموت عشان تحس ان الطريق ده محتاج يترصف طريق الموت يا جماعة بالنشط بين سنين وسنين وسنين يوجد من زفتة والمحلة وسمنود طريق محوري جدا 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 ولو شفتوا شكله حوادسه هيصعب عليكم بجد شابين من بيت واحد راجبين متسكل ماتوا قبل العيد بيوم أو بيومين على الطريق ده الطريق ده حصد أرواح كتير قوي 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 فوق تخيلاتكم لا إله إلا الله وإن لله وإن الله رجعون شابين زي الورد هم يا جماعة حصدهم الطريق اتنين إخوات راجبين مكنة وعى الطريق واتقلبوا وعى رئيتهم في الترع وماتوا ربنا يصبر أهليهم ربنا يصبرهم يا رب سيادة المحافظة السيد وكيل وزلط الطرق السيد ووزير النقل أين مركز ومدينة زفتة من رصف طريق الموت طريق الموت والله العظيم كل يوم بنفك وتحد الواحد ماشى على الطريق ويقول إن لله وإن إليه راجعون خلاص أنا داخل أموت تخيلوا إحساسك ونتماشي عارف أنك تموت ده طريق الموت في مركز ومدينة زفتة الصورة دي بقى يا جماعة نقل منها ونقول كل نفس زائقة الموت تخيلوا ده إيه الطبيعي إن ده تراب فح؟ لا والله ما تراب ده يا جماعة للأسف الشديد أكرر للأسف الشديد كورنيش زفتة تخيلوا ده مصطبة من مصاطب زفتة أما جاء رئيس المدينة يعدل المصاطب ويعمل للمصاطب أو يعمل للكورنيش هيئة عملها مكبرة أصبحت دلوقتي أو ده بقى إحنا فعلا إحنا نعمل إيه؟ ده منظر مكبرة مش منظر ترويزة هعود عليها أنا وزوجتي أو أنا وقصرتي ده منظر مكابر سموها في زفتة إيه بقى؟ مكابر كورنيش زفتة السيد المحترم رئيس المدينة السيد المحترم المحافظ هل ده منظر يليق بكورنيش جمهورية زفتة إحنا عنيل يا جماعة إحنا مش مجرد ترعى إحنا عنيل ومع ذلك تستخفاف شديد بكل مستلزمات زفتة لا طريق موجود ولا رص موجود ولا مستشفى موجودة حتى كورنيش متنفذ زفتة على النيل الاتنين كيلو اللي عنين نحطون بالمنظر ده بالله عليكم حد يرد يوعد على المكان ده كل نفس زائقة الموت تخيل يا فندم أنت أنت وأسرتك على طربيزة أو على مصطبة مكتوب عليها كل نفس زائقة الموت حدثوا على حرج ولكن لنا الله لكن الله يا زفتة لكن الله يا جمهورية زفتة لكن الله يا شباب زفتة أتمنى مراجعة رئيس المدينة لهذه المهزلة على أرض الواقع ودي هتنيها دايما في الصور أتمنى أتمنى إزالة هذه المخلفات وبنأكون نش محترم لمدينة محترمة جمهورية زفتة هدخل دلوقتي على حزب مستقبل وطن عايزي أقدم له شكر وتهنئة مجموعة مجلس الشيوخ أو مجموعة مستقبل وطن اللي فازوا مجموعة القايمة والفردي بمجلس الشيوخ المحترم الخلوك بن زفتة الأستاذ عبدالله محمود أبو حسين الأستاذ محمود عبدالله أبو حسين والمحترم الخلوك محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية والمحترم الخلوك أحمد حماد أو دكتور أحمد حماد المجموعة دي يا جماعة هم مجموعة مستقبل وطن اللي فازوا في مجلس الشيوخ ده صبعا محمود أبو حسين حبيبنا وابن زفتة اللي فاز بجدارة واقتدار في مجلس الشيوخ وأصبحها لزفتة من برن في مجلس الشيوخ أتمنى أن نشوف لك بصمة إيجابية فندم على أرض الواقع الصورة الثالثة في دي أنا والدكتور محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بزفتة أو بالغربية كلها شخصية محترمة على أرض الواقع تتحدث وتعمل دوما عايز أقدم الشوكة دلوقتي للحزب الشعب الجمهوري أنقل الصورة على حزب الشعب الجمهوري وأقدم التهنئة للأستاذ المحترم دي يا جماعة صورة خلنا في الصورة دي دي صورة جميلة رائعة متميزة في زفتة معرض الرويني لتجارة السيارات والتوك توك والموتوسيكلات ألف مبروك الأستاذ محمد لطف الطويل والأستاذ محمد فوز الرويني افتتاح محلات أبرويني أو معارض اللويني في زفتة ربنا يخليكم وروحوا زورتكم مكان جميل ومحترم على الأرض الواقع وإن شاء الله بالتوفيق يا فندم لكم الصورة اللي بعدها جماعة ده بقى حزب الشعب الجمهوري والمحترم الصديق المحترم الخلوق دكتور محمد الحفناوي أمين زفتة بحزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري طبعا حزب محترم وخلوق كان بيفتتحوا الفرع من يومين دكتور محمد أفبروك صديقي وأخوي وقشة عمري أصبحت أمينا لحزب الشعب الجمهوري بمركز زفتة أبروك في تلاحك يا فندم وإن شاء الله في القليل العاجل لعملك زيارة وألف ألف أبروك وان شاء الله مكان محترم ومجموعة شباب محترمين وده اللوجو بتاعهم حزب الشعب طبعا على رأسه أبو هشيمة هو أحد الناس المحترمة جدا فاضل بصورة يا جماعة واحدة بس تتعرضون لي معلشي صورة واحدة بقى صورة معلشي أيوها هي الصورة دي هي الصورة دي الصورة دي يا جماعة لها ميزة خاص نقف عليها عشان نختم بيها الحلقة دي مدرسة محترمة جدا نسمعها مدرسة الشرفة الاتدائية الجديدة اللي جنبي بالضبط هو المحترم الأستاذ محمود النمر وهو مدير إدارة الأمن في التربية والتعليم ومعانا الأستاذ جمال مظلوم مدير المدرسة والاستاذ محمد صقر وacku المدرسة والاستاذ مصادفة في العمل شخصيات محترمة جدا على أرض الواقع نزلت معهم صورت معهم مدرسة بجد حكومية ولكن تفوق خاص مدرسة حكومية تفوق خاص أشكر المحترمين القائمين على المدرسة أشكر كل الناس المحترمين على مدرسة الشرفة الجديدة أشكر كل الإدارة التعليمية في المرج وبقول لكم بصراحة إنجاز على أرض الواقع أنا ما استدقتوش لما روحت زورة المدرسة أتمنى التوفيق لكم وأتمنى التوفيق للأستاذ المحترم ودير المدرسة الأستاذ جمال مظلوم شخصية محترمة جدا جدا تدير المدرسة أنا كده أشير بخلصت حلقة النهار عايز أقول لكم برنامج نعم أستطيع في ميزة كويسة أوي برنامج نعم أستطيع بيقدم لكم وجبة دسمة لكل من يرغب أن يكون مزيعا بنضرب تدريب عمل محترم على أرض الواقع في مدينة الإنتاج الإعلامي في القناة بعد ذلك كمان في البرنامج بعد ذلك بنأهل المزيع حلقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عشان ياخد وضعه وياخد نفسه ويقول أنا مزيع حلقة في اتنين بيبدأ يتعلم واحدة واحدة على أرض الواقع بنعلمك ونضربك ونأهلك من خلال برنامج نعم أستطيع وأرقامنا معاكم على الشاشة أعيز أقول لكم حاجة كويسة أوي أشكر النهاردة إدارة القناة وأشكر دايما إدارة قناة الصحة والجمال والمخرج المحترم وكل مجموعة العمل من المصور للمخرج لأستطيع نصر الشاهد حبيبي وياخويا أمري ما أزعب منك أبداً يا نصر يا شاهد ولكن أخويا الكبير وبحترمك وبحبك قناة محترمة شكر الخاص للأستاذ عبد الحميد المحترم جداً اللي عمل معي دي كويس بسرعة عبد الحميد توفيق رئيس القناة والمجموعة العمل كلها قناة محترمة وبنعم أستطيع مكامل في القناة إن شاء الله النهاردة الحلقة رقم 244 الموسم 21 بداية كتنة وإن شاء الله نهاية ذكارات الصحة والجمال دايماً أنا موجود أعيز أقول لكم دايماً ختام الشهير دايماً اللي بحب أقول لكم وشهد جمل كده أحفظوه مني واحد تفائلوا بالله خيراً تفائلوا بالخير تجدون اثنين لا شيء مستحيل ليه؟ إن الله على كل شيء قدير ما بين الكافي والنون يوجد رب يقول للشيء كن فيقول سيدنا علي بيقول كل متوقع آت كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى شرط الصبر والسعي والاجتهاد سيدنا علي بيقول تانهو كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى ربنا بيقول إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة ودائماً بقول جملة شهيرة ليا جداً احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك أنا كده خلصت حلقتي ولكن عايز أقول لكم شوية جمل على ما حلقتي تخلصوا وقولوا لي إنه الحلقة عايز أقول دائماً رسالة لكل مدخن أنت ليه بتدخن ليه بتعني ضربك أنا أقولش حلال ولا حرام ولكن تشرف صغيرة وتقول مش هتفرق معاي بس والله العظيم والله العظيم على سن معين في حياتك سن الاربعين أو الخمسين أو الستين هتلاقي نفسك ممدد في مستشفى السرطان أو مستشفى الصدر عندك حاجة في صدرك بتقول يا ريتني مش شربت سجارة فلوس رايحة بالقوانطة صحة رايحة بالقوانطة ومع ذلك بتعاند ربنا داك صحة حلوة قوي وده واحد تاني قعيد على كرسي بعجل بقول يا رب نفس امشي يا رب نفس اقف يا رب نفس اتنشي يا رب وانت ماشي وبكل جوروب بتقول انا بشرب سجارة يا رب قعدني يا رب على السير بعجل يا رب قعدني في متشفى صدران يا رب حاسب يا اللي تشرب سجارة حاسب يا اللي تشرب سجارة عايز اقول رسالة تانية مهمة جدا 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 لكل شخص حالم وطموح كمل في حلمك واسعى قع وقوم وعافر واشتغل وسدقني يتحقق دوما نقول نعم استطيع لا شيء مستحيل ان الله على كل شيء قدير الرسالة تبقى لكل واحد يائس مش مائز ليه يا اخي تايقص ربنا موجود ليه تنفر وربنا موجود ليه تش مائز وربنا موجود اتعب واشتغل واسعى اقو نفسك طورها اعيلها اشتغل وقول انا انسان اذا انا ايجابي رسالي دايما لكم كن ايجابي كن ذا اثر كن ذا اثر بين الناس وحاول واشتغل وقول انا انسان ربنا خلقني الهدف خلقنا الهدف لله ما اعطى ولله ما اخذ اتخلقنا ليه عشان نشتغل بس لا مش الشغل ربنا او رسولنا ما قال النبي وصع لسبع جار ما قالهاش جزافا والله عشان كل واحد يمص جنبه يمين وشمال ساعد الناس ساعد الناس ده ربنا بيقول اذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسيلة فليغرسها دورك تنمي واتطور مش تهدم واتضمر ايه وعد تكون زي الاخوان ضمرت مصر وخربتها ومشت اوعد ضمر مصر ودايما اقول انا انسان اذا انا ايجابي هاختم جمهورية الشهرة تانية واقول احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك واقول يا رب يا رب يا رب اكيد هيديك لان ربنا ما بيديش العيد اشوفكم دايما على خير في لقاء متجدد الاربعاء القادم العشرة صباحا دمتم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة